بعث الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة أكد خلالها أن نصر أكتوبر جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدة بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة كما أكد أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون الرئيس بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا النصر العظيم ويؤكدون وقوفهم خلف قيادة الرئيس السيسي حراسا أمناء على الوطن ومقدساته وسلامة أرضية كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي ترجمة نانسي قنقر